عايز يسوق الرأي العام في اتجاه وهنا الخطورة أنا بقول لك هذا حدث يبدو بسيطا لكن الشديد الخطورة أنك تدعي بمواقف على كيانز النادي الأهلي وتلمس على جماهير بهذا الحجم جماهير النادي الأهلي وهذا الوعد أنك أنت مش ممكن يكون فيه غرض غير إزاء النادي الأهلي وجماهيره لأنك إنت لا سمع تحد في الربطة ولا نوقش هذا الأمر وأنت طوعت للظهور وأنت تحدث وأنت غير مفاوض أنت تطلع تتحدث تبلغ بالقرارات دي وتعلق عليها لو حبيت لكن لا تستبقها ولا لك أنك تتكلم غير فيها غير بقى أنك تقول وأنا رأيي الشخصي رأيك الشخصي أيوة كده أشهر لبيتك أو أشهر إشرتك عشان تبان لبيتك أشهر إشرتك عشان تبان لبيتك كده بانت لبيتك أتيجي تقول لأنا أهلاوي بنقصك لأن ما تتجرش كمان بأن أنا أهلاوي بس بأعمل كده وكانها الحقيقة أوقت لموقف واحد أستاذ زي صارت ما تخلاش نتكلم ده حنا من أيام لجنة المسابقات يا أستاذ صارت بس كنا بنخبك بحسن نية الحقيقة ما كانش فيه الأمور واضحة كده ما تخليش يا أستاذ إبراهيم عندما تتصالح المصالح ما تاخدوش الأهل في سكتكو لأنه مش هتعرفوا تقرقشوه عض مناشف قوي شكرا